بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لموضوع الفايدة المركبة وعرفنا معناها وكيفية حساب الجملة والقيمة الحالية زي المنتاج مرة فاتك في طريقة مباشرة اللي هي بالقال الحسبة قادر احسب اي قانون على طول وطريقة الجداول كان هناك جداول خاصة بالفايدة المركبة بها عدة اعمدة العمود الاول عبارة عن المدة وباقي الاعمدة كلها عمود مخصص لقيمة قانون يعني فيه عمود للجملة عمود للقيمة الحالية ثم بعد كده هناخد درس اسمه الدفعات ليه عمودة برضو خاصة الكتاب فيه الكتاب عندنا في صفحة خمسمية نقدر نطلع على جداول ولو الجداول مش واضحة ممكن نطلع عليها اونلاين نكتب في جوجل بس جداول الخاصة بالفايدة المركبة للجملة والقيمة الحالية هتبقى متاحة وموجودة عندنا لكن هي انا زي ما قلت لك قبل كده لا ينصح باستخدامها طالما عندنا على حسبة نقدر نحسب القوانون على طول من خلالها طيب نبتدي بقى نطبق ونشوف الامثلة هتمشي معنا الزي المثال الاولاني اقترض ابو ليس مبلغ عشرين الف دولار من احد البنوك يحسب فوايد بمعدل اتناشة في المئة سنويا وذلك لمدة ست سنوات احسب جملة ما يسدده ابو ليس في نهاية المدة وما هي مقدار الفوايدة التحملة طيب خلاص اترجم انا على طول الاي بكذا الاي بكذا الان بكذا هنا الراجل اللي بتعامل معايا سنويا لمدة ست سنوات يبقى انا عندي ست فترات يعني ما بنسميها ست سنوات بنسميها ست فترات طبعا انا اخفز بقى قانون الجملة خلاص احطه الجملة هنا مختلفة طبعا خلاص عن الانسة البسيطة بقى خلاص يبقى اس بتساوي ايه في واحد زائد اي يبقى الايه اللي هي عشرين الف واحد زائد اي اللي هي اتناشر في المية طبعا اتناشر عالمية لما تكتب تبقى اتناشر في المية بالقالة الحسبة كل قس 6 اخلص ده على باستخدام القالة مباشرة نحصل على هذه القيمة يبقى المبلغ انا اكترطت عشرين الف دولار بفايدة مركبة بص سددته كم سددته تسعة وتلاتين الف يعني طبعا زاد بشكل رهيب عن حتى حساباته في الفايدة البسيطة يعني تمام ده لمدة ست سنوات اه طيب اه انا ممكن استخدم الجداول زي ما قلتلك فلو جيت للجداول في صفحة خمسمية سبعة وعشرين لان خمسمية سبعة وعشرين ده هتلاقي فيه معدل رقم اتناشر يعني هتلاقي الجدول كله رأس الجدول اتناشر في المية هتلاقي الان العمود الاولاني احنا عايزين ان عند ستة نقف عند ستة كده طيب العمود الاولاني هو اللي يخص الجملة اللي هي خص الاس بيحسب لي الحبتة اللي هي واحد زائد اي قس ان دي يعني امشي كده مع الاس لغاية ما توصل للستة هتلاقي فيه رقم هنا الرقم ده اهو واحد وتسعة سبعة تلاتة تبني طبعا بنكتب الرقم كله لان ده رقم محسوب بدقة من الجداول اروح ضربه في المبلغ في الايه يديني نفس المبلغ اللي انا جبته بالقال الحسب انت لك بطلق الحرية طبعا يعني الامتحان بيكون اه وانت بتنتحر ايضا مالية بيكون متاح عندك الجداول وبيكون طبعا متاح عندك لان الحسبة الجداول للاطلاع فقط عايز تحل بالجدول بس تطلع القيمة صاحبا انت هتوقف عند الان بستة وعند قانون اول قانون عندنا اول عمود في اي فايدة مركبة يخص الاس وتاني قانون يخص الايه اللي هي القيمة الحالية خلاص وانطلعها بهذه الطريقة وملحوظة هنا قيمة الجداول تكون معطافة في التمرين وبالتالي يمكن استخدامها مباشرة يعني ممكن استخدم الجزء اللي هو الجزء اللي بيكون قس ان ده هو اللي موجود في الجدول يعني سواء الجزء ده او الجزء اللي هنشوفه بعد كده في القيمة الحالية آآ وان شاء الله آآ نلتقي في فيديوهات اخرى نكمل افكار الفايدة المركبة والسلام عليكم ورحمة الله